سوريا فينا نقول هي عبارة عن ثلاثة أجسام واضحة تقريبا إلى حد ما هي منطقة النظام وميليشيات الروسي والإيراني وما إلى ذلك ومنطقة مجلس قوات سوريا الديمقراطية وقوات سوريا الديمقراطية قصد ومسد ما يقال عنه بدعم أمريكي ودولي بشكل أو بآخر والمنطقة التي تسيطر عليها الجماعات الإسلامية بدعم تركيا بشكل أو بآخر أو بوصايا تركيا دكتور محددين كيف يقرأ هذه الجغرافيا؟ خارط السيطرة في الخارطة السورية صارت تشكيلة عجيبة لكن تشكيلة توحي لك وتقول لك بلغة واضحة سوريا 2011 التي كانوا يسموها سوريا الأسد انتهت سوريا الأسد لن تعود وأسرة الأسد لا مستقبلة لها في سوريا مع كل هذه التجمعات الآن الأكراد وقصد في الشمال والشمال الشرقي الجولاني وتنظيمات أخرى في إدلب والشمال الغربي حتى الجنوب مع الأردن يعني حراك السويداء الآن وبجامبة درعة وفيها أيضا بعض الحراك الذي ما يزال مستمر كل هذا يوحي بأن سوريا الجديدة قد تكون أنا لا أقول ستكون قد تكون كيانا فيدراليا والفدرالية لا عيبة فيها الدول القوية في العالم هي دول فيدرالية روسيا فيدرالية الولايات المتحدة الأمريكية فيدرالية سويسرا فيدرالية ماليزيا فيدرالية أغلب هذه الدول تعمل بالنظام الفدرالي بمعنى أن يكون هناك شبه استقلال لمناطق هم الآن يسمونه حكم ذاتي لكن في النظام الفدرالي لا يوجد شيء اسمه حكم ذاتي ولايات مستقلة لها كيان موحد لها علم موحد لها نشيد موحد ستبقى هي سوريا لكن قد تكون بنظام فيدرالي يجري تصميمه وكتابته الآن في مكان ما بكل أسف بعيد عن أعين السوريين لأن السوريين سلموا مقدراتهم للأجندات الإقليمية والدولية وهذا أكبر خطأ فعلوه منذ 2015 حين جاءهم ديمستورا بالسلال الأربع في جنيف وأجلوا عملية الانتقال السياسي واستبدلوها أولا بسلة مكافحة الإرهاب ثم بسلة الدستور ثم بسلة الانتخابات وهو عملية ضياع في ضياع وسياسيا من أغبى القرارات التي اتخذت والتي اتخذها ووافق عليها ممن كان يمثلوننا في جنيف آنزاك إما أن يكونوا أغبياء تماما ولم يدركوا المطب الذي أوقعهم فيه ديمستورا أو أن بعضهم كان ينظر إلى مصلحة الشخصية وإلى زعامة المستقبلية كما ظن وهاهم الآن يتساقطون لم يصل أحد الزعامة كل ما فعلوا أنهم خففوا من تفاؤل الشعب السوري بقرب وصول حل ورؤية النور في آخر النفق ترجمة نانسي قنقر